السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير واحسن حال طبعا دلوقتي احنا الصبح حوالي الساعة تمانية ونص ساحيت من النوم قلت بقى ايه امسك المطبخ ده اروقة على قد مقدر قلتلكو قبل كده ان الخلاط اللي انا ركبته من اسبوعين كان بينققت عايز يعني يتلف عليه حاجة لانه بينزل ميا والراجل بقى ايه اتصلت بيه ما مجانيش ولا سأل المهم قلت بقى ايه امسك قبل المهمة تتقطها بقى ايه احاول ايه اخسل الطبقين دول اللي انا كلت فيهم مبارح والحلل الحمراء اللي انتوا شايفينها دي ده طاقم كنت جايبها لامو ادم لما كنت بجاهزها كنت جايبها لها الطاقم ده كنت جايبها لها برضو طاقم الامونيا وبعدين راح تقليتلي انا مش عايزة الطاقم الاحمر ده هي صراحة الحلل بتاعته تقيلة ولما بيقع يعني لما الحلة بتقع ولا بتتخيبط بتقشر اللي هو الساج اللي هو من جوه ابيض دي حاجة الحاجة التانية هو شكله حلو وشيك وتحس ان هو قيم وكده يعني هو احمر كده من حواليه احمر الغامق ده ومن تحت زي ما انتوا شايفينه كده اسود فهو شكله حلو وابيض وكل حاجة بس انا بصراحة الطاقم ده يعني في حلة كنت روحت عند واحدة وسبتها عندها ناقص حلة في حلة كبيرة قوي انا مليها ميا وبستعملها في الحمام يعني اكبر حلة فيهم انا بمليها ميا بحوش فيها ميا يعني في الحمام تمام؟ شايفين انا ما بستعملش غير الحلتين اللي انتوا شايفينهم دول اللي هما نوفال اللي اتنين الخضر اللي على البتاعة دول دول جايباهم اقولكوا بقالهم كم سنة بقالهم حوالي عشر احداشر سنة صراحة زي الفل خفافة على ايدي وبستعملهم وغطيانهم حلوة الحلة اللي فوق منهم بقى هما دول تلاتة الحلة اللي فوق منهم دي كانت تفال زهران مركة يعني كانت كتمو ادم كنت انا جايبا لها طبعا انتوا عارفينوا ان الحوض علي علي فانا بصراحة درعاتي وجعتني وانا واقفة على الحوض ففيه كرسي كده صغير خشب روحت واقف عليه بس برضو لا مرتاحة على الكرسي ولا مرتاحة وانا تحت يعني مهم فالمهمة قلت لها بنتي خد الطاقم ده قالت لي لا ده تقيل وانا مش هاخده فضل عنده بقى تخالي بقى له عنده كم سنة عشر سنين اهو ولا حداشر سنة استعملتوا شوية وفيه حلة منه او حلتين اتخبطوا منه وقعوا مني فقشرت فيه جزء منها كده قشر فطبعا ده لما يبقى جزء منها يقشر ما يبقاش لها لازمة وفيهم برضو حلة تانية هم تقريبا خمسة مش عارفة خمسة ولا ستة فيهم حلتين برضو كويسين سولان ما فهمش حاجة خالص المهمة انا اصلا مش عايزها مش عايزها يعني هم اللهمش استعمال عنها مطبخش فيهم غير الحلة الكبيرة زي ما بقلتلكو بحوش فيها مية ويعني بس فقلت ما مش عارفة عامل ايه في الحلل دي يا زحم عالفادي وادوكو شايفين الدنيا يعني ايه مضيقة ومش ما بطبخش كتير في البيت زي ما انتم عارفين انا على كل يوم في الشغل ما بجيش غير اخر النهار ما ليش دعوا بحاجة بنام جاي اضيفة بنام وخلاص هنا بقى انا بنضف البتجاز وبعدين عايز اقول لكم ان فيه طراب كتير جدا الطراب ده من ايه بقى اول حاجة انا ما بقى يعني بقى بسيب الشباك اللي هو تهوية بتاع المطبخ والحمام الصغيرين دول بسيبه مجرد تهوية للشقة يعني منفعش اكتم الدنيا تبقى الدنيا مكتومة كده فلازم يبقوا فيه تهوية الحاجة التانية الشباك بتاع الاوضة اللي هي بتاعت فيها اسمها ايه دي اللي فيها التلفزيون اللي هي قط الوقعات والبلكونة بتاعت الاوضة اللي انا بنام فيها دولة الشباك والبلكونة بيصربوا طراب بيصربوا من تحت وكنت انا بقى بجيب حتة كده باللهى وروح زنق كده ايه الشباك من تحت بتاع البلكونة البب بتاع البلكونة عشان ما يدخلش طراب بس هو اصلا مفرق من الجناب ومن فوق ومن كده لانه هو ايه النجارة بتاعته مش حلوة النجارة سوقي يعني ايه سوقي ايه سوقي دي يعني دروح اه دا بوركه البتاع القديم اللي هو اسمه ايه دا الدش القديم لانه مكتش لسه راميت وانه طب هالمه بقى كده وارم الحاجات دي اللي ملاش لازم بما اني بروق والله ما قادرة بس ايه هروق مش هسيب الدنيا مع كوكا كده يعني انا بقى لي فترة عايز اروقها من ساعة ما كنت عيانة ولا روقت ولا عملت اي حاجة فقلت هروق الدنيا دي اه طبعا اه الزي ما بقول لكم التراب مال الدنيا مال الدنيا انا ما بفتحش بس ما بفتحش لكن اللي زي ما بقول لكم الحروف بتاعت الشباك مهوية وحروف بتاعت باب البلكونة مهوي فالتراب بيخش بيملي الشقة زي ما انتوا شايفين كده فقلت خلاص ايه لما ربنا يفرجها ولا ما عارف اعمل ايه ولا لما ربنا يفرجها ابقى ايه اعمل الشباك بتاع القوضة بتاعت الاعاد دي الاموتال سألت الراجل قال للشباك المتر بألف جنيه ما عرفش هو غالي ولا رخيص لان انا ما عنديش فكرة مع عمري ما عملت الاموتال يعني بتاع البلكونة برضو عمله الاموتال عشان بس ايه يعني التراب ده كتر التراب ده بيعدم الحاجة يعني بيعدمها بيبوزة هنا بقى دخلت على الحمام زي ما انتوا شايفين كده قلت ايه طبعا طبعا اسمه ايه ده السفون بتاع الحمام ما بيشتغلش هو بايز وغير كده وكده ما فيه المية بتقطع فانا هصلحه على ايه اريو هاجيب لي ماك انا واجيب سباك وعمل ما لايش هو خليه منزر كده بس منزر طبعا بخسله هنا واخدت مية من طبعا كان لسه فيه يعني مية في الحمام كانتش المية تقطعت لسه قلت ايه انضف الحمام كده على على قد مقدر بس هو الغالب قوي في الجو ده التراب التراب فقلت خلاص بقى انضف كده وايه واكمل بقى ايه المية ام لمية برضو ايه طبعا الغسالة دخلتها في الغسالة البرميل دي القديمة دخلتها فين دخلتها في الحمام وقلت استعملها احسن في الحمام فلاقيت لكم السلك الواد ركب لي فيشا ركب لي لقمة مش ركب لي اللقمة في الحمام ومحط ليش عليها الغاطة كمان السلك قصير لما جيت اعمله ولا عمل شرار كده بصراحة رعبت منه خفت قلت لأ لما اجي اخسل اطلحها برا في الطرقة وباخسل عليه كده كده انا مش اخسل نهارده انا مش قادر اخسل انا كويس ان انا قدرت ان انا ضهري وجاني عشان انا زدت ستة كيلو زدتهم يعني قبل رمضان انا عايز اقول لكم ان انا ما بسحارش انا بس باكل هي لقمة الفطار ولكن ما بسحارش زدت من ايه الله واعلم هما ستة كيلو ستة كيلو دولة تأثروا علي فرحانة انا بقى بالايه بتدوش بقى واركو بقى تدوش الجديد اول مرة افتح اصدقو والله حلو ما بلحدش استحمى بيه على فكرة يعني كده فرحت كده ان انا شوفت ونزل موية كده ففرحت بس هنا طبعا بقى بشتف الحوت كده وهمسح بقى الونام